البداية مع تحالف الحسابات والصفحات السياسية العربية المؤيدة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمصر على نشر أخبار تثير الحيرة والاستغرب حيث روجت لتصريح على لسان مستشار الرئاسة الأوكرانية ميخايلو بودولياك في منشور يقول بودولياك يؤكد في مقابلة على القنوات الأوكرانية أن الدفاع الصاروخي والدفاع الجوي لحلف الناتو لا حول ولا قوة له أمام القوات الجوية الفضائية الروسية بحثنا عن التصريح المزعوم باللغة الأوكرانية والإنجليزية والعربية ولم نجد له أثرا ولكن بالعودة لآخر تصريحات بودولياك تبين أنه كان عن عملية الهجوم المضاد الذي تشنه أوكرانيا ضد روسيا حيث قال من دون أدنى شك هذه العملية ستكون بالغة الصعوبة وطويلة وستستغرق وقتا طويلا ورأى أن العقبة الأساسية أمام تقدم القوات الأوكرانية حاليا هي عمق حقول الألغام التي أقامها الجيش الروسي خلال أشهر مؤكدا أن الجيش الأوكراني بحاجة إلى دبابات ومدرعات غربية وطائرات F-16 ومنظومة باتريوت الدفاعية الأمريكية لتحقيق النجاح لافتا إلى أن المجمعات الصناعية العسكرية الغربية لم تكن مستعدة لحرب من هذا النوع مع مثل هذا الاستخدام المكثف للأسلحة بتعبير آخر الرجل يرغب في مزيد من الأسلحة والدعم لبلاده لا أكثر ترجمة نانسي قنقر